الحاجة الأخيرة وهو مفاوضات صندوق النقد الدولي دي الحلقة الأخيرة تتعلق بأن الوفد بتاعنا الدكتور محمد مائت وزير المالية دكتور هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية عندنا كمان محافظ البنك المركزي دكتور رانيا دكتور رانيا المشاط إلى آخره فدول الاجتماع ده اللي هو الاجتماعات السنوية للصندوق البنك الدولي بيبقى اجتماعين في السنة اجتماع الربيع بيبقى في أبريل والاجتماع التاني في الخريف اللي هو دايما بيبقى في أكتوبر الاجتماع الحالي بدأ من يوم الاتنين اللي فات اللي هو يوم عشر أكتوبر ويستمر لحد بكرة فهو موجودين هناك اللي هو يعني المحافظة البنك المركزي ووزير المالية والدكتورة هالة وزير التخطيط موجودين هناك بيتفاوضوا برضو مع السندوق لأن السندوق النهاردة مبارح أعلم حاجة مهمة جدا الحاجة المهمة قال أنه كان بيدبر لمبالغ معينة في صندوق اسمه Resiliency and Sustainability Trust ال-RST هيطلع فاسيليتي جديدة تمويل جديد هذا تمويل الدولة اللي تستفيد منه بس يكون عندها برنامج إصلاح اقتصادي ممول من الصندوق فإحنا إن شاء الله عندنا البرنامج بتاعنا متصمم برنامج وطن مشامل ده برنامج بتاعنا احنا اللي عاملينه الصندوق بيمول فقط أنا فهم بس صياغة البرنامج بيكون بالتعاون مع صندوق النقدة فإحنا من شهر مارس اللي فات يعني بلنا سبع شهور مع الصندوق نصيغ هذا البرنامج بالبعد الاقتصادي والاجتماعي وخلافه في هذه الحالة ولذلك بنقول يتبقى أي تمويل في التمويل أنا بمارس حقي مع صندوق النقدة ليه حق وحقوق على صندوق النقدة الدول ال-190 دولة الأعضاء في صندوق النقدة الدولة وهم نفس الدولة الموجودين في البنك الدولة لهم حقوق على هذه المؤسسات أنا ليه فلوس عند الصندوق ليه حصة ثلاثة مليار إلا حاجة بسيطة فأنا في زنقة أنا في تقريبا ثلاثة اربع الدول كلها في مشاكل حد الدول المتقدمة فالكل هذا التراست أو النافذة اللي عاملينها جديدة أقروها مبارح بأن فيه تلاتين مليار ده المرحلة الأولى بس تلاتين مليار دولار أن الدول اللي عندها هتدخل فيه اتفاق مع صندوق النادي الدولي تستطيع أن هي تسفيد من هذا الصندوق بتمويل اسمه ال-resiliency and sustainability facility تاخد من التراست ده من الصندوق ده أو من النافذة ده تاخد مبلغ كام بقى مصر تستحق أن هي ده الرول بتاعته أو القاعدة بتاعته مليار ونص دولار لأنه بياخد مليار حق صحب خاص مليار حق صحب خاص تقريبا بمليار ونص إلا حاجة بسيطة تستطيع مصر تستفيد منها وتسدده على كم سنة على عشرين سنة يعني تسدده على عشرين مليار ونص تسدده على عشرين مليار ونص فوايط مزعجة فوايط ميسارة بتاعته تساني وعالي 2% 2.5% ده أقلب كتير من حوالي تلت سعر الفايدة في المتاحة في الأسواق المال العالمية فبنقول أنه هو زائد أنه هو فتر السامح كان عشر سنين ونص يبقى العشرين سنة بابدأ أتبع بعد عشر سنين ونص أول إسط في هذه الحالة على مدار عشرين سنة